يحزني وأكيد يحزن الجميع ما يجري من تراشق إعلامي على الأزمة الخليجية الحالية أحزني أكثر كلام الأخت سوسن الشاعر على تلفزيون البحرين الأخت العزيزة سوسن الشاعر من البحرين الحبيبة سؤالي لها أو رسالتي لها للأخت سوسن أخت سوسن أنت طالبتي لكويت وسلطنة عمان بإعلان موقف أنا اللي أرد عليك وأقول لك الحياد موقف أن يكون حكيم العرب بقيادة صاحب السمو أمير البلاد بحكمته وعقله ورزانة اتخاذ الرأي بأن يكون هناك صوت وسيط لحل الأزمة اللي ابتدأت زوبعة في فنجان ونتمنى إن شاء الله أن تنتهي بالفنجان أليس الحياد موقف؟ أليس أخذ دور الوسيط للمصالحة موقف أخت سوسن؟ سؤالي الأهم استشارة الدول المقاطعة لكويت وعمان قبل الإعلان موقفهم؟ هل تم استشارة الكويت وسلطنة عمان؟ قطر أعلنت استعدادها للحوار والتشاور حول الثلاثة عشر ليش الإصرار على الرفض واستمرار المقاطعة؟ ليش هذه الحملات الإعلامية اللي يستاء منها ولها؟ كل مواطنين مجس تاون